السلام عليكم ازايكم عميلي الاخبار ام هدا معنا حلقة جديدة بنتكلم فيها عن تاتابريكس ايه هي تاتابريكس ويناس كيف تبقى تسأل تولي هو ايه تاتابريكس وهلاشة تعلم سبارك حكا تعلم تاتابريكس وعمش فاهم هي الفاية بين سبارك وتاتابريكس فتعا نخش نشرح ايه هي تاتابريكس اصلا تاتابريكس هي الشركة المؤسسين بها هما هما اصلا سبارك في اللاب بتاع يو سي بيركلي هما بيسمهم امب لاب امب لاب ام اه وهم يعني هم كانوا مؤسسين لياه فقال لك تعال ناخد سبارك كده سبارك ومشورة عاجة ما تيجين نطلعوكم ماشا او نعمل شركة ترى ديكيت ان هي تطلع سبارك اه ازا للماركت وتفكس على سبارك مش بس بس ودي حاجة مهمة جدا في ماشاة اوبن شورس كتير المشاريع دي اه نسبيا بتبقى كويسة بس بسبب عدم اه اني ما فيه اه اه بيت كوميرشيل كامبانيز بتفشل فديكت حاجة حلوة جدا لسبارك اني ما فيه شركة هي سبورتد للكلام ده سبورتد للانجين كل الكلام ده اه الورجانسيات نفسها هي اه مش فاوندد عشان بس هي طبعا جزء منها اه عشان عبادش سبارك ونهي تسهل وتطوير فيها عشان سبارك يبقى ازاي تطلع سبارك في في والاناليتيكس عامة بس ده كان جزء من حاجة اسمها بلتفورم والاناليتيكس بلتفورم ودي اه نتكلم على كمان شوية اه الحاجة تعانية ان افرد انا شركة كبيرة جدا وعندي سبارك وأنا محتاج سبورت او محتاج ارنه على مش عايز رنه عندي او مش عايز ارنه عندي اه مش عايز ارنه عن سبارك هل في طريقة ان انت تديني سلوشن اراني في سبارك او هو ده اه هو ده اللي بتقدمه ان هي بتاديك لسبارك ودي حتى حلوة جدا ان هي في الجاب في كلام ده طبع انا عايز بتعمل كاملة ام طيب ام انا برضو قلت بالمرة ان هاني كاملة تتعاني تكلم شوية على كشركة يعني انا شايفها زي يعني دي رؤية انا من كنت لعمش دقيقة بس انا لكو انا شايفها زي. مش بس براس. حتى هما بيقول لك احنا كل حاجة. من اول من اول من اول من اول حتى دلوقتي الاي اي و الامستخين نجو سو كاملة ببساطة. بتقولك انت عندك اي ان كان عندك عندك لوجز عندك عندك اوديو عندك ايميجز ايه ان كان هي ايه? بعد الكريب عندك الديلتاليك نفسها. الديلتاليك دي هي الفورمات احنا عملنا على الحلقة عندنا قناة برضو. اه هي الفورمات الديمتها عشان تقدمتها تقدمتها عشان تقدر تعمل اه ليك هاوس سلوشن و احنا كلمنا عليه قبل كده. بس هنتكلم عني برضو كمان شوية. بس يعني ده كده ده عمتا بتسهل لك تعمل على الديلتاليك. بعد كده عندك هما عندهم اليونتي كاتالوك. اللي هو جوه بيدك ايه بيونيفايد السيكورتي والكاتالوك على الديلتاليك بتاعتك. لو انت عايز تعرف ايه شكل الديلتاليك اللي عندك ايه الديلتاليك الموجود اي شكل عامل زي عايز تشوف مين تدي اكسس مين عليه. كل الكلام ده عن طريق يونتي كاتالوك بتاعهم. اه برضو هما عندهم اه بتاحهم في هنا ممكن تستخدم الديلتاليكس بلاتفورم عشان اه مثلا جزء منها لده ممكن تتكريات وتتون وتسيرف كاستوم الامز موديلز حاجة اميزن. تس بيوند جاست اباتش سبارك بروسسنج انجين و اتي ال والكلام ده. هما عندهم برضو حاجة اسمها اه دلتاليف تايبولز. وعندهم يعني تكتب زي جوبس وتوتوميت الديبندنسي بين الديتا. انا هو سبارك سيكويل. كل الكلام ده انا مش مش بشه بدا بريكس في الكورس ده. انا اصود هنا ان داتا بريكس هي حاجة اوسع من سبارك. هي مش اي تي ال سبارك. هي مش مش اللي بتديك سبارك يا او يا لأ لأ هي جزء سبارك هو جزء من حاجة كبيرة جدا جدا جوة داتا بريكس. طبعا ممكن معظم حاجات كتيرة تكون جوة داتا بريكس ايما على سبارك بس هي ده مش قابتش سبارك بس. اوكي? طيب نيجل السؤال باري بتسئل دايما. هل انا محتاج داتا بريكس اشان ران سبارك. اللي جبعي. اعتقد واضحة. لأ. وده مش تقليل او او لا هي داتا بريكس بتقدم سبارك. ستا مش تازم داتا بريكس اشتغل مع سبارك. طيب فهداتا بريكس هي وان اوبشن عشان تران سبارك. لكن هي مش الاني كلاود اوبشن تران سبارك. لو انت عندك سبارك وكله ده مش بتكلم مع داتا بريكس كاناليتيك بلاتفوم. يعني سبارك داتا بريكس هو واحد من سبارك. طبعا انا ما عايز اشتغل مع سبارك اعمل ايه? فانا برضو ستيل بكمل. هانت محتاج داتا بريكس و تران سبارك? لأ. اقول لك لو انت بشغل على كلاود. انت ممكن تروح ل اي دابيو اس و تران سبارك هناك. ممكن جي سبي. ممكن داتا بريكس نفسهم. خبار داتا بريكس نفسهم بيديبلوي على اي دابيو اس و جي سبي و ازور برضو. بس يعني انا نصد داتا بريكس كوبشن لكلاود. ام او ازور انت كده عندك اي كلاود بروفايدر بيديك سبارك اوبشن انك ترانه عليه. اه سواء انك انت تران تاخد ماشين وتسطب بنفسك او انك انت تاخد مانجد فراجان على اه كلاود. طب لو انت اون برميس. ممكن ان لو انت عندك مسلا هدوب كلاستر بيديدة بلاتفوم كبيرة. كلاودية او اللي رسوية ممكن ترانه على يارن ميسورز او كوبانيتس. لو انت عندك كوبانيتس بلاتفوم او بيدي كلاستر اون برميس حاجة زي اوبنشافت ممكن ترانه عليها باستغدام اه كوبانيتس فده اون برميس اوبشن. طيب السيرفراليس في ناس تقولك طب انا عندي شوية اه سبارك وركلود. وانا محتاج بس يعني ايه اه اه اغاني جوبس وحاسب بالجوب. يعني حاسب بير اه بالجوب بتاعتي في الوقت اغانيت بس. طب يسمو سيرفراليس. اه فمسلا ع ال ا 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 فالماقصد من الجزء ده هو انت لو عايز ترن سبارك انا يعني هو افضل ممكن يكون ترن على داتابريكس عشان عندهم شوية اي جي في بيرفورمانس لان برضو ستيل حتى لو سبارك اوبن سورس الفرجان بتاع داتابريكس ودي حاجة ممكن تكون اوفيشيال مش بتقال او بتقال بشكل باسف يعني ان داتابريكس رن تايم بتاع سبارك هو مور اوبتومايز عن اي حاتين يعني انت مهما قلن ان داتابريكس بترن ال اوبن سورس على سبارك او بس ستيل عندها هم عندهم بعض الهيدن فيتشرز في الرون تايم نهو سوري جدا هتقولي يعني اي دابيو اس مسلا كجلو هم مباشر مفروض بيرنوا سبارك برضو اه بس يعني ممكن ده ما يفرش معك يعني عشان يكون صارح يعني التفصيلة اوفر البرفورمانس الضعيف ده او يعني اي ان كان هو اهيفة معكم ولا بس عمتا يعني برضو بتشوف السعر بتشوف كلاو بروفايدر بتشوفها كثير يعني فلو انت اون بريمس ككده اعتقد معلوماتي ان داتابريكس ما بتقفهاش اون بريمس ديبليمت بس ممكن اكون معلوماتي مش ابوضاتي قوي بس معلوماتي لكن عليك لو انت ممكن تسعم اي دابيو اس تسعم جوجل تسعم ايجر تسعم داتابريكس نفسها فده كده الهدف من الموضوع هو طب اخر سؤال لشان بنجاوب اه لو هي اصل على سنة مسلا من من كلاو بروفايدر تفر ران تايم هل هتفر معي انا اعتقد تسعين في مئن كيس مش تفر معي في عشرة في مائنس ممكن تفر معهم تفصيلة صغيرة قوي يعني بس بتشوف بقى فرق والكلام ده بس زي ما قلت ان مش او 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 ده بارت من كبيرة صح اعتقد صح بس انا عايز اعرف ايه هم الحاجات دي دي الحلقة الجاية هنتكلم في موضوع في مكانه في داتابلاتفورم شوفك على خير سلام عليكم على طبقاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة